تقارب القوى بعد تغيير الرسمة السياسية في البلاد ولا سيما بارتفاع عدد كتلة الإطار التنسيقي سيرفع آمال تشكيل الحكومة بأقرب وقت بعد الانتهاء من تسمية رئيس الجمهورية والخلاص من أزمة ليس لأحد مصلحة فيها في خطوة نحو مغادرة الانغلاق السياسي تتحرك قوى الإطار التنسيقية للخروج من مأزق الشهر السبع الماضية نحو تشكيل حكومة مقتدرة ينخرط تحت لوائها الجميع حرقنا جاء بعد تغيير المعادلة السياسية أثر أداء اليمين الدستورية لبودلاء النواب المستقلين واتسع جبت الإطار إلى ما يقرب 130 نائبا الأمر الذي قد يعطي إنسيابية أكثر في رسم تحالف يحقق غالبية الثلاثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بيان الكتر السياسية واضح أنه الكتر السياسية ماضية في تشكيل الحكومة القادمة لحد الآن لا يتم الإعلان عن التوافق السياسي ولكن بالتأكيد الكتر السياسية بدليل وقوفها اليوم جميعا في خندق واحد أنه هناك تفاهمات مبدئية على تشكيل الحكومة ومع ما تبينه قوى النيابية من أهمية في هذا التقارب بين القوى السياسية وما تحقق من مخرجات أخيرة شلال الجلسة الاستثنائية تذهب أوساط سياسية نحو أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة ومعالجة ما وصلت إليه البلاد من تداعيات نتيجة التأخر وتأزم المواقف السياسية ولا سيما إن الوضع لا يحمل تأخيرا أكثر يعني الانسداد الذي أكل من عمر الحكومة أكثر من ثمانية أشهر حتى دخلناها بالفراق الدستوري كما أعلن السيد فاق زيدان لذلك اليوم الكل أمام مسؤولية لا يمكن أن نسمح بثمانية أشهر جديدة فعلى الجميع أن يعي خطورة المرحلة وأن يذهبوا إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت لكن ليس على حساب المواطن اليوم ركود السوق وهذه الأزمة التي انعكست على مفردات الشارع العراقي تجعل اليوم تحتم على الجميع الشعور بالمسؤولية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ورغم هذه المضايات وإيجابيتها بالنسبة للقوى السياسية تبقى أبواب الاحتمالات مشرعة على مختلف السيناريوات إذ يصفوا مراقبون التوافقات بين القوى إنها بمثابة رمال متحركة برياح المصالح حراك في بغداد وربما سيكون له آخر في إقليم كردستان وما بين اختلافين مساري الحراكين هدفون مشترك واحد هو الإسراع بتشكيل الحكومة وصف على الوشأ الرابعة بغداد ترجمة نانسي قنقر